السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوصمدي هنهار ان شاء الله نتكلموا له واحد النبات اللي هو في حقيقة قاتل بالنسبة للأراني بغيت نحذركم منه في هذه الحلقة ونبينكم يعني اسموا الفرق ما بين النباتات القاتلة والنباتات الصالحة اول حاجة هو هاد النبات لاحظوا ان كين النساء اللي كيمشوا للسوق يكونوا عارفين فرق ما بين القصبر ومعدنوس انا في هذه الحلقة قصبر ومعدنوس بجوش يعني قدي نوريكم الفرق بيناتكم وش كونه هو لقاتل قاتل بالنسبة للأراني يعني كونوا متأكدين بحل لها كانتها اعطيتكم السم للأراني وهو القصبر ماشي المعدنوس اذا نوريكم الفرق ما بين القصبر والمعدنوس هنتما كين هذا شوفوا هنايا ومرة كين تشابوا في قصبرون معدنوس ولكن شوفوا هنايا المؤخرة ديال هاد الورق كتكون فيها بزاف ديال هنايا الشراشف هنايا كنقوله بحال الشراشف هنايا كتكون هنايا بالنسبة لمعدنوس شوفوا انتم ما فيش بزاف ديال الشراش بحال هذا شوفوا الفرق ما بين هذا انتم شوفوا هالطرف هذا ان القوائم دياله كتكون فيها بزاف دير الشراطي اما المعدنوس مكيكونش فيه بزاف دير الشراطي اللحظوا راكين واحد الفرق انتم ما كين هذا وكين هذا هادا اسميته القصبر وهادا المعدنوس هذا القصبر قاتل وهذا نافع 100% شوف سبحان الله هذه النباتات اللي يعطاهم الناس يرضي بالنسبة للقصبر القصبر اللي هو هذا هذا القصبر هذا كي قسل النباتات في المدد يلي نقوله 1-4 ساعة 1-4 ساعة صافي كي بدل الأرنب كي غوث صافي ممكن أنه يموت أما بالنسبة المعدنوس اللي هو هذا هذا المعدنوس هذا هذا كأنكم أعطيته اتفاف اتفاف اللي هضرنا عليه في بعض الحلقات هذا مهم الأنثى اللي يلاه ولدت كي يدر الحالي بوحد طريقة مهولة سبحان الله إذن الحلقة دينا هاد النهار هي النباتات النباتات أي حاجة حارة في المادق ديالها عموما أي حاجة كتكون حارة في المادق ديالها كتكون كتأدي بحل الورقة ديال الخرشف أو الخرشف براسه للقشور ديال القوق نحاول نجيب موضوع ديال الساعة إنها في الليامات كين الحويج ديال الربيع متاحة يعني مني كتشريوه انتو كتنشوه السوق كتلقوا الحويج ديال الربيع دخلت لأنه وقت هذا حاولوا أنكم تعطيو الألاني بديالكم النباتات بوحد طريقة يعني ماشي بززاف يعني بكميات بسيطة يعني نمزيان النباتات الخضراء نمزيان الألاني بو ولكن بكميات بساط أرنا القصبر والمعدنوس القصبر والمعدنوس هذا القصبر دار مئة بالمئة المعدنوس صالح مئة بالمئة القصبر يقتل الألانيب والمعدنوس كي يدر الحاليب من يعني غيرت شوفو شي أونثا ولدت بغتو الصغار يطلعو مزياني نصحاح ممكن أنكم تديرو لهم هاش قبطة حال هذي ماشي قاعد تترميوها لها كاملة مثلا هذي تديرو النص ديالها هذي ده بغ حزمة كتدير درهم ممكن أنكم تديروها لها في يومين كونوا متأكدين أن الحليب كي يولي الشاي تمدد ندفق عندها تباك الله ماشي من القصبر ولكن المعدنوس المعدنوس بلا شك أن العيالات رام كيفرقوا ما بين القصبر والمعدنوس كذلك موربون يعني بالنسبة الرجال خصوم يفرقوا ما بين القصبر والمعدنوس يعني التايلة بغتو تعطيو شي شي يعني الحويج لكي شيطوع لكم حاولوا أنكم تنقيوا القصبر من القصور ديال الخضرة بغتو تعطيو القصور ديال الخضرة من لابد ما تكون معاهم شي شي شوية ولو غيق غيق واحد العريش ديال القصبر القصبر إلا مشتى ضاقوا الأرنب كونوا متأكدين أنه سم قاتل النس اللي كي سولوا يعني يسموا كيفاش غادين عارفوا النباتات اللي غادين أعطيوهم الأرنب سهلة منين ترتقوا بحلكة الزوحل العرش بحلكة وترتقوه هكا هكا ودوقوه هداك الماد يلو دوقوه هاد المال يكون يخرج منه دوقوه إلا لقيتوه حلو أنا ما غادي شي غادي شي قادي لقيتوه مر غادي قاديهم صافي هدي ببساطة يعني وعموما الحويج الحارة را معروفة معزنا نخرش فرا حار نجيبو الكرومب نحنا كنا ناكله خضره وما كي ما كتجينش حرورة في فمنا يعني المكور الكرومب كي قولوا الكرومب هداك ما كتجينش حرورة في فمنا كي ياكلو الأرنب يعني متخافش عليهم الخص كذلك عبارة ني كتلقوه كتلقوه فيه غي مياه مياه ما هي حلوة ما هي حارة الأشياء اللي كتدي الأرنب وهي نيت تقرضو بحده بها دراها القصبر يعني إذا لمشي تتقي قصب الثاني هاد المال اللي كي يخرج منه غذي نلقاه حارة يعني كي قاديهم مئة بالمئة ولكن هدا مشي كي قاديهم را كي قتلهم حاولوا أنكم يعني تفرلزومة بين هدا القصبر ومع الناس باش ما تعطيوش شيء ولو عرش واحد من حال هاد الشكلة عندما عندما را باين الفرق بيناتهم هدا فيه شلاش بزاف هدا اللا يعني في الأطراف دياله الحلقة ديالنا هي هادي حاولوا أنكم يعني تعاملوا مع الأرنب ديالكم بوحد دكاء يعني مني تبقوا تقدمو لهم شي 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 يعني أوراق ديال شي نباتات حاولوا أنكم تضقوهم شي غادي تضقو ما تاكلوهم ولكن غادي غادي تقرضو العرش يعني بحال هكا بحال هكا تقرضوهم ودقو باللسانكم لقيتو حار ما تعطيو لهم شي لقيتو حلو ما تعطيو لهم شي مشي بالدروري أنه يكون حلو ممكن أنه متخافو فيه تماذاق حال لما يكون عندهم شي الماذاق هدا كتو ما يعديو مش ما تخافوش منه إذا الحلقة ديالنا هي هادي رأى حلقة مهمة يعني القصبر ما تعطيوش الآن أنا بدي لكم حلقة مهمة بزال الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي يبدأ من ديالكم كان طلب منكم أنكم تسامحوني لأنه ما كان جاوبش عالي كومنتين فالليه ما سكنت شوية مريض كان نعتذر منكم ولكن إن شاء الله هادي بدا نجاوب عالي كومنتين واحد يومين ما ما جاوبش عالي كومنتين أنا كان حاول نجاوب بصفة بصيغة رسمية يوميا يعني يوميا كان نجاوب عالي كومنتين ولكن واحد يومين رأني فلتها كان أعتذر منكم الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيووا إلى زر الجيم وتكيووا إلى زر الجرس كي يصلكم الجديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة